أقر لقاء عقدة بمدينة سيؤون في محافظة حضر موت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء صامي الكثيري أقر استمرار إغلاق جميع محلات الصرافة بمناطق وادي حضر موت والصحراء إلى حين إيجاد المعالجات المناسبة للحد من التدهور الحاصل في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وأفضح الوكيل الكثيري بأن القرار أسفر عن طبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي سيتم اتخاذ إجراءات صارمة اتجاهها دعين الجميع إلى الوقوف صفا واحدا مع الإجراءات المتخذة ومساندة السلطات المحلية لما فيه مصلحة المواطنين إلى ذلك أقر لقاء آخر برئاسة وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري مع عدد من ملاك المخابز بوادي حضر موت أقر دعم سلطة للمخابز بنسبة 50% من المحروقات والدقيقة مع الزامهم بالبيع بالكيلو للضمان توفيرها للمستهلك بأحجابها المعتادة وبأسعار تناسب الجميع